اعتاد العراق الجديد أن يأتي في الصدارة ويحقق المراكز الأولى ولكن في النواحي السلبية بالفساد والقمع وسوء الخدمات وترد القطاعات والأمراض سار اسم العراق في أعلى لوائح المنظمات والجهات الدولية التدر الرئوي أو ما يسمى بمرض السل كغيره من الأوبئة صار يؤرق المجتمع العراقي نتيجة تزياد حالاته وخصوصا في المناطق المنكوبة جراء الحرب وفي مخيمات النزوح التي أصبحت بيئة مهيئة لانتشار الأوبئة المنظمة الدولية للهجرة رصدت حالات انتشار السل في العراق وخلصت لأن العراق لديه أعلى معدل لانتشار مرض السل مقارنة بالبلدان المجاورة حيث وصلت مساعداتها الطبية عام 2017 لأكثر من 72 ألفا نحو 9 ألاف منهم يعانون من أعراض السل ووفق منظمة الصحة العالمية فإن معدل الإصابات السنوية بمرض السل في العراق تقدر بـ 15 ألف مصاب النازحون في المخيمات باعتبارهم الأكثر تأثرا بالأزمات أصبحوا عرضة للإصابة بالسل بسبب انخفاض المناعة الناتجة عن نقص التغذية الكافية فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة والتلوث وقلة الرعاية الطبية وغياب الكشف المبكر عن أعراض المرض كما أن السكان المقيمين لم يكونوا في معزل عوباء السل بسبب انتشار العشوائيات وتلوث مياه الشرب وتردي واقع المستشفيات وافتقارها للأجهزة الطبية والأدوية شبح مرض السل بات أيضا يطارد رواد المقاهي من الشباف العاصمة بغداد حيث سجلت مديرية الصحة أكثر من 600 حالة معلنة والسبب بحسب الأطباء يعود إلى تقديم مواد تالفة وخلطات كيموية في تبغي الأراجيل في ظل غياب الرقابة عن تلك المقاهي البرد ومرض السل قرنان متلازمان وشاءت الظروف أن يكونا في العراق بلد المحروقات والمشتقات النفطية تلك التراجيديا واقعية كان مسرحها الحروب والصراعات في العراق وقام بتأليفها الغزاة والساسة المهملون والفاسدون أما ضحيتها شعب العراق المنكوب